لكي تفكر مثل الأسد يجب أن تفهم أولا عقلية الأسد ومعنى أن تكون أسدا الأسد لا يتبع أحد يتحكم بشكل كامل في حياته الأسد لا يقبل الاملاءات ولا يقال له ماذا يفعل أو أين يذهب يقوم الأسد بعمله بلا خوف وبكفاءة قصوى الأسد هو ملك الغابة ليس لأن الأسد هو الأكبر ليس لأن الأسد هو الأسرع ليس لأن الأسد ينعم بأي ميزة كبيرة على الحيوانات الأخرى إنها عقلية الأسد التي تجعله ملك الغابة لكن ما هي عقلية الأسد وكيف تطبقها في حياتك أولا الشجاعة بلا خوف الشجاعة سمى أساسية للأسد الأسد لن يستسلم أبدا لن يستلق الأسد أبدا ويموت حتى لو كان محاطا بعشر ضباع فالقتال لن ينتهي حتى ينتهي ربما لست محاطا بالضباع ربما قد تكون مدفونا تحت أعباء الحياة ربما تحتاج إلى الدفاع عن شيء تعتقد أنه لا يتفق معه أحد من حولك لا تستسلم لا تخف من السعي وراء ما تريده حقا في حياتك ربما حاولت منذ سنوات ولم ينجح أي شيء ربما سئمت من البحث عن أهدافك وعدم رؤية أي نتائج لا تستسلم يجب أن تستمر في القتال ليس لديك ضمانات للنجاح إذا وصلت المذي قدما لكن لديك إمكانية هناك فرصة استمر في القتال من أجل الحياة التي يجب أن تعيشها بغض النظر عن الضباع بغض النظر عن المشاكل والعقبات لا تستسلم مهما حدث ثانيا الحتمية الأسد مؤكد الأسد لا يخمن أبدا عندما يقاتل الأسد فإنه يفوز أو يفوز لا يوجد شيء فاتر في قلب الأسد إلى أي مدى يمكن أن تكون حياتك رائعة إذا كنت تعيش مع حتمية الأسد ماذا لو بدأت للتوفي الإيمان بنفسك وبقدراتك الخاصة إلى أي مدى يمكن أن تذهب مع الإيمان الذاتي الذي لا يتزعزع ماذا بإمكانك أن تصبح إذا لم تشك في قدراتك إذا كنت تثق في حدسك وذهبت للتو إلى كل ما تريده في الحياة بنفس اليقين الذي يمتلكه الأسد الذي يطارد فريسته لا يمكنك الاعتماد على الآخرين لتحقيق النتائج التي تريدها في الحياة أنت المسؤول الوحيد عن نتائجك تحمل المسؤولية أنت فقط الذي تعرف ما هو الأفضل لك في حياتك أنت فقط الذي تعرف الطريق الذي يجب أن تسلكه في كل لحظة من حياتك يجب أن تتخذ هذه القرارات وتتحمل مسؤولية نفسك ثالثا الحرية يتمتع الأسد بالحرية لأن الأسد يطالب بالحرية يتنفس الحرية ولا يقبل أي شيء سواها تقول طبيعته أنه سيموت من أجل هذه الحرية ربما لا يوجد شيء أكثر قيمة على هذه الأرض من الحرية شيء لا يمكنك فهمه إلا إذا كنت قد عانيت من نقص فيه في حياتك الخاصة يجب أن تقاتل من أجل حريتك الحرية في أن تكون ما تريد حرية العيش وفقا لشروطك الحرية تعني العدل للجميع الحرية في أن تكون ما يجب أن تكون عليه مع سماح للآخرين بأن يكونهم لا توجد قيمة أكبر قاتل من أجل حريتك رابعا الحماية الأسد يحمي كل شيء له قيمة العائلة القطيع الطعام إذا هددت الأسد بأي شيء ذي قيمة فمن الأفضل أن تكون مستعدا للقتال ما الذي تحتاج لحمايته ما الذي ترغب في القتال من أجله في حياتك ما الذي أنت على استعداد للتضحية بوقتك من أجله ما الذي يبقيك مستمرا ما هو هدفك ما الذي يعطي حياتك معنى هذا يستحق القتال من أجله خامسا الكفاءة يقال أن الأسود تنام حوالي عشرين ساعة في اليوم لكنها لا تصاب بالجوع أبدا يستيقظون وينجزون المهمة يكسبون راحتهم يكسبون نجاحهم ويكسبون حريتهم هناك مكافآت كبيرة على الكفاءة في الحياة إذا قدمت قيمة للآخرين أكثر من أي شخص آخر في فترة زمنية أقصر فستتم مكافآتك وستكافأ جيدا لا يهم كم من الوقت تعمل من المهم مدى جودة هذا العمل لا يهم عدد الساعات التي قضيتها لا يهم سوى مقدار القيمة التي تحضرها إلى الطاولة طور نفسك إلى آلة اعمل على ما هو مهم في حياتك مع التركيز المنقطع النظير هذا يبني الفخر والاحترام لنفسك قد تكون أذكى مني يمكن أن تكون أقوى مني قد يكون لديك حظ أكثر مني ولكن لن تهزمني لن تفصلني عن هدفي لن تبعدني عن أهدافي أنت لن تكسرني ولن تدمرني أبدا إذا كان الأمر يهمني سوف أحصل عليه سأنتزعه سأكون كما أريد لا يمكنك هزيمتي لا يمكنك إقصائي من اللعبة لا يمكنك إبعادي عن أهدافي أنت لن تدمرني أبدا أنا ألعب فقط لأفوز شارك هذا المقطع مع من شكت وإن أعجبك لا تنسى دعمي شكرا وأراك في مقطع آخر شكرا وأراك في مقطع آخر